السلام عليكم ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لهم معنا ونقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبر الديزيل اليوم الحصة تعدى وننتكلم على المنتخب الفرنسي نجمة المنتخب الفرنسي تعترف ونتفجأنا بتأهل المنتخب المغربي وإنجازهم سيدفعنا إلى جديد الجدية أكثر وين يريدون وين شاعدنا وين إعلام الفرنسي وين كذلك وين يستفز ويستهزئ بالمنتخب المغربي وخاصة لعبا بنزينا لنتمنى إن شاء الله من عند الله وربي يوفقها وربي يوفقها أنا بغدل المحدة عيخ طيح شون زيليزي طيحها رب ولونات لأولونات لأولونات طفي الزو نهر ثلاثة الزو يطفى بإذن الله واليوم الجمعة وكلمة مجموعة يا رب العالمين يا ربي منصر هذه المسلمات شاهدنا كيفاش مين انتهت المباراة بتاع ألمانيا فرحوا مصرح شاهدناهم جاندوا يطلبوا في ربي جاندوا يشكروا في ربي شكر لله هذه اللي تعرف لناس جاندوا يشكروا دي فيديو غام كاينين هذو اللي بنات جاندوا يشكروا في ربي رغم أن الصعوبات رغم أن تهموهم بلي هربوا من مؤسكر هربوا من ماشيكو المد من من بالصح عرفوا كيفاش يردوا الاعتبار وشاهدنا قنوات كبيرة الكل يتكلم على المنتخب المغربي ماذا إنجاز كيفاش هذا إنجاز كبير إنجاز إنجاز كبير هذا هاو بلدهم يعتارب سبحان الله واحد شو يعتارب واحد يكون رياضي كالي يقول لك تحضر ياوديكي حبسوا الموند إلهي تحضر يقول الوحادي شو ربي يسمع منها قالين لك لك لو لم تحضر شكرا لك ما تحضر مواطن سبحان الله أ Coore قادم حبد الله يا ربي أنا هنا هنا في الجزائر أنا حضر حبد الله يا ربي السلطة هكذا ربي لا أمور لك إنجازك حضر حضر ماذا تزيب أصحاب النفوص المجرنت أخذ حضر حضر ربما ما هي المشاكلة؟ هل تبكى؟ هل تبكى؟ هل تبكى؟ هل تبكى؟ رب يقول لي هل تبكى؟ كيف نهدر؟ نتكشب حقائق تطيب نتكشب حقائق تقول لك أنا عندي كالبيرون من هل يأتي هذا المشرفة لكم من يومش على الديدراهب نعرف كأشتكين الآن لا تبكى هل تبكى؟ نهدر أين يأتي الحق؟ هل تهدر؟ أين المغرب؟ حتى على قضية تعليبيين يباعهم تعقاطر تعليبيين تعستال مغربين يصبحوا كلام حق وانقلت كلام حق مغربين لم يقالوا هل تهدر كما أقول؟ لا، لا، لا نورمال هل تهدر عن فاساد يخرجون لك يدعم الفاساد باسم الوطنية هل تهدر؟ هل تهدر؟ لا تهدر عن حاجة لا تهدر؟ هل تهدر عن فاساد وانقلت وانقلت فانقلت وانقلت لا تهدروا هل تهدر عن فرنسا من أجل تهدر عن بلاكار من أجل شيطان انا دعونا والنس 없다 لا لا نعمل الگديس في قرن اللقم لا ما تتمكن من قرن cima كونувати هكذا بينهم يعلم عدوى هذا فإدتك سيحوم له يقول لك غالط فيها يا إخويا هاوين 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 يعطيك المعلومات الصحة اللعنة تغلط ولا يضحكوا عليك يردونك لا تعرفوا ما يحولك يحولك إيجابيات تواك ويقولونك سيئة ما تهدر بالصح يقول لكي ندخل نرى الكومنتر نصيبهم صحي اللي شي سوالح يصحوا لي وانا مانيش انا مهزول انا ما نغلط ويقول لك كلام را ينزل عليها انا مواطن برك وكذية نخدم وش نعقل وش عشتها حاجة اللي عشتها نهضر عليها نهضر كورة قدم عشتها إنجازات منتخابات عشتهم ليس جوجل خاش جوجل قادر يغلطك شأنه بزب ناس يروحوا لجوجل يجي يهدر لك باسم يهدر لك ويقول لك أنا بسعة جوجل نجمة منتخب فرنسا تأكد تفاجعنا بتأهل منتخب المغربي وإنجازه هنا سيدفعنا إلى الجدية أكثر فرنسا فرنسا تبنطر فرنسا سنبتحوها إن شاء الله بإذن الله فوزو عليهم فرنسا نربحوها نحن المغرب العربي نفوزو عليها فرنسا نقول فرنسا سوف تنهازم فرنسا لم يبقى لها شيء في إفريقيا وشامل إفريقيا بإذن الله علي كانت لعبات المتخب فرنسا لكوات القادم أولى من الأول متفاجئات من تأهل المغرب للمرة الأولى في تاريخها إلى ثم النهائي كأس العالم بحسب مهاجمة الأولى سمار التي تعول في مواجهة لبؤات الأطلس على خبرة فرنسا وتوضيعها للذهاب إلى أبعد حد ممكن لا معنش تفوتهم في حوار أجرته مع وكال الأنباء الفرنسية اعترفت اللعبة بأن تأهل اللبؤات الأسود المغرب على حساب ألمانيا كان مفاجأة لكن كل الأمور واردة كانت احتمالات ضائلة جدا وهذا شيء جميل في الأمر كنا أولى المتفاجئات كنا نفكر في ألمانيا أو كولومبيا لكن المغرب رأى خلاف ذلك لا أعتقد أن ألمانيا تسهلت ضد كوريا الجنوبية واعتبرت لوسامار أن ما حدث سيدفع الفرنسيات أكثر إلى محافظة على سلوكنا لا ننظر باستخفاف إلى أي خصب لا يوجد منتخبات سغيرة سنكون منتخبات نحن متواضعات المغرب أقل مستوى على الورق لكن عندما نتابع مصاريه فهو يملك جودة نحن مرشحات ولا نخفي ذلك نلعب بطموح كبيرة لكن هذا الأمر لم يتغير لأننا نواجه مغرب نملك خبرة أكبر بكثير من المغرب وعلينا الاستفادة من ذلك الموقف مرشح للفوز لن يفيدنا بشيء سوف تنبطح سوف تنبطح سوف تنبطح طيحة سوف تنبطح أواسlegen بكثير من فاشك بكثير من أولاد سوف تنبطح سوف تنبطح طيحة سيكونوا لدنا طيحكم فرنسا مهما كانت فرنسا مهما كانت فرنسا أصلا مكان ولو مكان ولو فرنسا فرنسا صار كيدا كالمرض اللي دارينو الأكسجين تيويت من الأفريقية دمرونو الأكسجين فرنسا قطع لكم قال الأكسجين فرنسا أقول لكم تحية المغرب بابوية داي داي كالتنبورك ما تحضر بسيرك على هذا المنتخب كالتنبورك ما تحضر بسيرك على هذا المنتخب لا تحضر بسيرك لا تنسوا اعطوا الاشتراك في القناة ونشاء الله دائما معكم بجديد وليمشي أبوني أبوني معنا ورب يحفظنا ويحفظكم معنا كالتنبورك ترجمة نانسي قنقر